أهلا بكم يلتقي المنتخب الوطني للشابات مع نظره لنيزيلندي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العالم والمقامة حاليا في الأردن التقرير التالي يسلط الضوء على استعدادات النشميات بعد أن تبخرت أحلامه بالوصول إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للشابات والتي يحتضنها الأردن يسعى المنتخب الوطني بالظهور بشكل مميز في آخر لقاءاته في المسابقة خلال ملاقاته للمنتخب نيزيلندي والذي يشترك معه بالترتيب ولم يتمكن أي منهما من تحقيق أي نقطة النشميات قدمنا في لقائهن الثاني أمام المكسيك أداء أفضل من الذي سبقه مع إسبانيا واستطعنا التقدم مع بداية اللقاء إلا أن الخبرة كانت لصالح المكسيك الذي حقق الفوز برباعية تحقيق نتيجة إيجابية أمر مطالب به المنتخب الوطني في لقاء الغد خصوصا مع ملاقاته لمنتخب لا يعتبر من المنتخبات القوية في هذه البطولة وأظهر بأنه يمكن التغلب عليه إذا تمت قراءة المباراة بالشكل الصحيح كما أن الحضور الجماهيري لا بد أن يكون كبيرا في لقاء الغد على ملعب الأمير محمد في الزرقاء فهذا من شأنه رفع الحالة المعنوية لدى اللاعبات من أجل تحقيق أول فوز أردني في تاريخ بطولة كأس العالم هذا ويلتقي في ذات التوقيت منتخبي إسبانيا والمكسيك ولكل منهما ست نقاط في مواجهة يطلق عليها مواجهة حسم الصدارة يلتقي المنتخب الوطني مع المنتخب العماني وديا يوم غد في مصقط تحضيرتنا شاما لهذا لقاء نستعرضها في هذا التقرير أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم كافة تحضيراته واستعداداته لملاقات نظيره العماني مساء غد الجمعة في لقاء ودي دولي يقام على استاد مجمع السلطان قابوس وكان اللاعبان ثائر البواب وشريف النوايشي قد انضمى إلى تدريبات الأمس التي أقيمت على أحد الملاعب المجاورة لاستاد المباراة ليكمل بالتالي التشكيلة التي اختارها الكابتن عبدالله أبو زمع والمكونة من 23 لاعبا أبو زمع يسعى من خلال هذا اللقاء إلى تحقيق انسجام أكبر بين اللاعبين بعد سلسلة من اللقاءات الودية التي خاضها النشام في الأشهر الماضية هذا وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الإدارية المتعلقة بالمباراة إلى جانب ما اتفق عليه مؤخرا باعتماد ستة تبديلات طبقا للتعليمات الخاصة بالمباريات الودية الدولية حقق المنتخب السوري فوزا ثمينا على منتخب الصين ضمن التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 وفي ذات التصفيات تعرض المنتخب العراقي للخسارة أمام مضيفه المنتخب الياباني تفاصيل أكثر عن هذه اللقاءات في التقرير التالي ستاد سيتاما في قلب العاصمة اليابانية توكيو كان شاهدا على لقاء المنتخب الياباني ونظيره العراقي ضمن مباريات الجولة الثالثة في تصفيات قارة أسيا المؤهلة لكأس العالم لعام 2018 في روسيا الكمبيوتر الياباني استطاع أن يصطاد شباك العراق في الضقيقة الخامسة والعشرين بهدف بالكعب أثبتت الإعادة أن صانع الهدف كان في تسلل واضح وفي الشوط الثاني استطاع أسود الرافدين أن يحرزوا هدف التعديل عبر رأسية سعيد ناجي في الدقيقة الستين وفي الوقت الإضافي الذي قدره الحكم بست دقائق خطف الساموراي الياباني الثلاثة نقاط حين حقق هوتارو هدف الفوز الثمين ليهدي منتخب بلاده النقاط الثلاثة ويلحق بالعراق خسارة موجعة تشهد الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائية كأس العالم 2018 مباراة من العيار الثقيل بين منتخب إيطاليا وضيفه إسبانيا وكان منتخب إيطاليا قد استهل مشواره في التصفيات بفوز ثمين خارج أرضه على منتخب الكيان الصهيوني بثلاثة أهداف لهدف بينما أنطر منتخب إسبانيا شباكا ليشتنشتاين المتواضع بثمانية أهداف دون رد هذا وتعتبر هذه المواجهة ثأرية لإسبانيا بعد خروجها من اليورو على يد إيطاليا ضرب فريق أكلهما ستي ثاندر نظره برشلون الإسباني بنتيجة 92 نقطة مقابل 89 وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما بصالة بالاو سان جوردي ضمن تحضيرات الفريقين للاستحقاقات القادمة ويستعد فريق أكلهما ستي ثاندر لمنافسات دور كرة السلة الأمريكي الذي سينطلق نهاية هذا الشهر فيما سيأخذ برشلون ثالث جولات دور السلة الإسباني ضد بسكونيا الأحد المقبل ثم منافسات الدور الأوروبي رسل وسخرج سمجي كرسيشتن سمجي كرسيشتن كنكنتنا نادر عدن رجون سيبارة نعبير سيبارة مغرر ولكنتك